أهلا بحضر لكم بعض الفاصل هنبدأ أولى فقرات برنامجنا النهاردة مع المجري مع واحد من نجوم الأقاليم وكان لعب من اللاعبين كانوا يطلقوا عليهم فريق الفلاحين ده المسمى كان للفرقة دي وكان لعب موهوب وأنا لعبت معاه وتعلمت منه حاجات اللي هو إزاي تعمل الكروس باس أول واحد في مصر كان بيلعب الكروس باس وكانوا بيلعبه بطريقة الكرة كان تمشي تعمل كده أنا تعلمته منه وجبته وإحنا في معسكر منتخبه قعدت أتعلم منه هو كان بيلعب فيه وهو صغير فريق المحلة وفريق المحلة ده كان فيه نجوم يعني أنا مش عاوز أنسى حد لكن أقول بعض الأسامي ويعني عذرا للنجوم التانية ما سمعتش اللي أنا مش فاكر يعني زي الكابتن عبدالدايم وزي عماشة وزي الكابتن حنفيه ليل وزي الكابتن عبرحيم خليل كابتن سياجي وعبدالسطار ونجوم كتيرة جدا وكانت فرقة بمعنى الكلمة فرقة كورة على مستوى عالي وصلوا إلى أفريقيا وصلوا إلى أفريقيا وصلوا إلى أفريقيا بس لم يوفقوا وكان هداف من طراز خاص وكان موهوب وهو صغير موهوب بمعنى الكلمة يعني أنا بقولها مش بقولها كده يعني لا كان موهوب بداية أي مدير فني كان بيلعب بيعمل مدير فني للخصم اللي هو بيلعب ضد المحلة كان بيبقى شايل هم اللاعب ده وهو كان زي الساروخ يعني أنا المجري لا هو كان الساروخ وأنا تعلمت منه زي يعمل الكروزباس اللي هي الكرات العرضية بس أخذتها منه طورتها شوية مع مدير فني كان جيد نادل إلي بعد دكوتي اسمه كلوتشاي وقالي بدل ما بتعمل كده لا اعمل كذا وطورها لي والحمد له ربنا كرمني بيها لعب وهو صغير في حي كان اسمه اسمه إيه حقول له كل وقت السبع السبع بنات السبع بنات السبع بنات أنه أنا عارف أنت هتستمتعه جدا بنجمينا النهاردة ده اللي هو حيبقى موجود معنا بعد قليل وحنستقبله والوقت ده ضمه إلى غاز المحلة وأول مراح المحلة للفريق الأول وهو صغير تقلق وآجاد وخطف الأنظار لكنه تعرض للإصابة في بداية من شغاله وبعد كده ما يقس أو ما يعني بقى قال لك لا كان عنده صبر صبر أيوب هو رجل بتاع ربنا ومتدين وكل لعبة نادي المحلة كانت حاجة بالصراحة تفرح وكافح وكافحة كبيرة جدا وعاد من جديد عشان يلعب للفريق الأول وكان سنه كم سنة؟ 18 سنة الحرب طبعا أثرت على توهجه فيه وظهور مع النصر مع النصر الكبير اللي تحقق هو وجيله ملوكه وفازه بدرع الدوري المصري لكرة القدم سنة 73 بعد الحرب على طول وكان بلعب في جيل اللي بقول لك زي بقوله جيل كله كله عزماء وهو كان لعب عظيم راح لدوري أبطال أفريقيا وتقلق ووصلوا للنهاء بس الحظم ما ساعدهمش ولم يساعدهم الحظ بيفوزوا بلقب بطولة أبطال أفريقيا لعب للمنتخب وفاز بكأس فلسطين وشارك فيه دورة الألعاب الأفريقية بالجزايد سنة 78 فعلا زي ما بقول لكم كان نجم نجم كبير أنا مش عايز أقول كل حاجة ومش عايز أحرق الكلام أنا عايز أستمتعهم معاها ومازال حتى الآن هو بيخدم في نادي غاز المحلة وتم تعيينه عضو مجلس إدارة في شركة المحلة الجديدة وأنا تعاونت معاه في الأول وبعد كده أنا ما كانش ليه حظ أن أنا أكمل معاهم فهو كامل وأكيد طبعا أنتو كلكوا عرفتوه أنا مش عايز أكلم أنتو حالصت تعرفتو مين هو هو نجم من نجوم الكرة المصرية وغاز المحلة الكابتن عمر عبدالله تعالوا مع بعض نرحب بالكابتن عمر عبدالله ونستقبله ونشوف مشواره مع الكرة مين نستقبله لعب في الشارع ولا لعب في المركز الشباب ولا إيه الإصابة اللي جات له كنت هتبطله حاجات كتير جيدة نتعرفوها من حلقة الليلة من الكابتن عمر عبدالله